أولاً الشيء الأساسي هو تكريس مبدأ الخدمة العمومية في الإذاعة الجزائرية الإذاعة الجزائرية تقريباً هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يمكنها أن تصل في أي وقت إلى أي مكان لأي مواطن إذن تكريس الخدمة العمومية هذا شيء مفروغ منه الشيء الثاني الذهاب بالإذاعة الوطنية إلى المستقبل إذا كان اعتقدنا بالمستقبل بالحاضر المزيد من الرقم الإذاعة الوطنية كما تعلمون كانت سباقة إلى دخول هذا العالم ولكن مع الأسف الشديد في فترة معينة لظروف موضوعية وأخرى غير موضوعية توقف تطور الإذاعة تقريباً في مجالات أو في تخصصات معينة عن الذهاب بعيداً في هذا المجال إذن أنا أحرص على المزيد من الرقمنا هذا هو الإعلام الذي سيكون عليه مستقبل الإذاعة الإذاعة عليها تتجدد أو تتبدد الشيء الثاني منح الزملاء في الإذاعات الجهوية الإذاعات المحلية وعددها 48 لأن هذه الإذاعة هي القوة الضاربة للإعلام العمومي بصفة عامة والإذاعة الجزائرية بصفة خاصة وليس غريباً أنه لأول مرة رئيساً رئيساً الجمهورية يخص بالذكر الإذاعة المحلية ويضعها في قلب برنامجه خاصة فيما تعلق بالتعاطي مع مناطق الظل إذن منح الزملاء في هذه الإذاعات المزيد من الاهتمام المزيد من الوسائل وتمكنهم أيضاً هم كذلك من آليات الآليات الجديدة لممارسة الإعلام عبر التكوين عبر توفير هذه الوسائل فيما يتعلق بدور هذه الإذاعة بصفة عامة ودور الإذاعات المحلية بصفة خاصة في تعطير المجتمع في توجيه المجتمع توجيه إيجابي طبعاً بدأ ذلك واضحاً فيما خاضته الزملاء بمناسبة جائحة كورونا مع الأسف الشديد كنا نتمنى أن يكون الأمر أقل بشاعة من هذا ولكن فرق الإذاعة الوطنية كانت تجوب أغوار الوطن شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً لتنقل الحقيقة للمواطنين لتطمئنهم لتوعيهم لعبت دوراً كبيراً جداً جداً الإذاعة الوطنية ومن خلالها الإذاعات المحلية في مواجهة الوباء لم يكن الدور صحياً فقط ولكنه كان اجتماعياً ونفسياً أيضاً لننسى الدور الذي لعبته الإذاعة الوطنية ومن خلالها ألح على الإذاعات من خلالها الإذاعات المحلية في التخفيف من وطئ الحجر الصحي على المواطنين من خلال لما كانت تقدمه الإذاعة الوطنية من برامج ثقافية وفنية وتسلية وترفيه إذن ودفعت الإذاعة الوطنية الثمنة غالياً الذي علمته أن الإذاعات التي نجت من الوباء لا يزيد عددها عن 12 يعني تقريباً 96 أو 97 من تشكيلة الإذاعة الوطنية أصيبت بالكوفيد وهذا عدد ليس قليل علمته أيضاً أن الكثير من المحطات نظراً أو بفعل الوباء قد تشتغل بتقنية واحدة أو تقنيين في أحسن الحالات ولكن البث لم ينقطع ولا مرة عن أي محطة من المحطات وعن أي جهة من جهات الوطن هذا يثبت بأنه دور الإذاعة الوطنية في تعطير المجتمع في توجيه التوجيه الصحيح دوراً حيوياً يجب أن يبقى ويتدعم ويزيد ترجمة نانسي قنقر